بنسمع دايما عن طرح الاسهم بالبورصة وبنسمع كمان ان الدولة بتتجي لطرح حصة شركات تملكة في البورصة معاكم دكتور احمد العطيفي هنشرح الكلام دوت كله ببساطة يعني ايه طرح اسهم في البورصة اولا نقول ان الشركات بتطرح اسهمها في البورصة عشان تحصل على تمويل والتمويل عشان تحصل على توسعات وكل ما الشركة متتوسع يبقى كل ما نتائج اعمال الشركات دي هتكبر وهتزيد وهتحقق ارباح طب هتحقق ارباح لمين؟ هتحقق ارباح لينا احنا حملت الاسهم والاي حد جديد عايز يدخل يشتري السهم دوت طب هو تشير الاسهم دوت متاح للجميع؟ طبعا متاح للجميع متاح للمصريين افراد المصريين المؤسسات متاح لحضرتك اللي انت موجود في السعيد متاح حضرتك اللي موجود في اسكندرية متاح حضرتك اللي موجود في القاهرة أي حد مواطن مصري أو أجنبي من حقه يدخل يشتري هذه الأسهم طيب إيه العائد اللي إحنا نحققه العائد من الموضوع دوت أنا قلت لحضرتك هتحصل على توزعات كابونات طيب وقب مساهم في الشركة دي أي حد ليه ساهم واحد هو أصبح ليه مساهم في هذه الشركة ليه حق التصويت في هذه الشركة الطرحات كل الشركات العملاقة على مستوى العالم طرحت الأول في البورصة عندنا البورصة عندنا البورصة المصرية بورصة قوية لديها شركات عملاقة بتمثل مؤسسات كبيرة موجودة قوى السوق إذن البوابة الرأسية لوجود أي شركة في سوق رأس المال هي الطرحات طيب أنا هدخل الطرح دوت إزاي سهل جدا من خلال أي شركة سمسرة بتتجه لها أنت بتقول له عايز أدخل طرح شركة X, Y, Z أي شركة بتترحها الدولة وممكن شركات في القطاع الخاص في تجارب كبيرة جدا نجحت كانت شركات رأس مالها زغير يبتدى رأس مالها يزيد 1, 2, 3, 4, 5 وابطلت الشركات ديها ديها كلها كبيرة اللي استفادة للدولة أنها تطرح شركتها القوية في سوق المال أول حاجة بتخلي كل الناس المستثمرين القطاع الخاص والأفراد أنه هم هيبوا مساهمين بعد ما تناسكة بتكون عندهم فكرة أن الدولة هي المسيطرة وطبعا الكلام ده خلاص أصبح مش موجود على مستوى العالم الدول بتطرح حصة شركتها عشان تاخد هذا التمويل لإدارة الأصول لديها لأنها بتنشأ شركات جديدة وإنشاء هذه الشركات الجديدة بينعكس إيجابيا على الاقتصاد بينعكس إيجابيا على المستثمرين وإحنا أي شركة مقيدة في سوق المال أتلاقي شركات حكومية كتير موجودة وكانت قصة نجاح كبيرة على فكرة حتى أنت لو دخلت على أسواء المال العالمية والأجنبية كل الشركات العالمية كانت البوابة للدخول لها كانت طرحات لازم تعرف أن الطرحات عبارة عن سوقين أول حاجة بنخش على سوق اسمه السوق الأولي وبعد كده اسمه سوق التداول اللي الناس بيتبيع الأسهم وتشتريها طب المشكلة الكبيرة هل أنت لو اشتريت سهم في طرح هتعرف تبيعه؟ أكيد هتعرف تبيعه لأنت بتدخل وتشتري من السوق الأولي وبترجع تبيع نفس الأسهم بتاعك في السوق السنوي هتلاقي حجم كبير جدا من المستثمرين طالبين الشركات خاصة الشركات القوية في الصناعات القوية أنا كمواطن استفدت إيه؟ إن الدولة تطرح شركتها الكبيرة والعملاقة في سوق المال الدولة بتاخد التمويل دوت بتتم توجيهه للمشروعات مهمة جدا لنا لمبادرات كبيرة موجودة يعني النهاردة المبادرات الموجودة على كل الدولة الموجودة سواء في قطاع الصحة أو في قطاع الطرق أو في كل قطاع التعليم كل دوت عايز تمويل التمويل ده جاي من نجاح هذه الترحات في سوق المال وإنت كمان كمواطن لو من ما تيجي تشتري الساهمة دوت إنت دوت كان بالنسبة لك قناة استثمرية مهمة جدا هتحقق لك عوائد على المدى الطويل هتساعدك في المعيشة أنا كده شرحت لحضراتكم الطرحات ببساطة